عايز اقول لحضراتكو انو استمرار مسألة التدليس دي هتلاقيها احنا مبارح فتحنا ملف البي بي سي ويطلع واحد برضو من درويش البي بي سي والسيني انو نيورك تايمز وبتاع اقول لك دول مش مهنيين ايو مش مهنيين يا جماعة مش مهنيين ولا توجد اقول لحضراتكو يعني اعترفوا يا عز عشان تفرح بيه لا توجد وسيلة اعلام في العالم كله مهنية بشكل مطلق ما فيش حاجة اسمها مهنية مطلقة في مهنية نسبي وكل وسيلة بتؤدي دور وبتؤدي هدف وبتحقق مصالح جهات معينة انا بقى اقف امام وسائل الاعلام اللي بتحقق مصالح جهات معينة ضد مصلحة بلدي ببساطة شديدة فهي هنا مهنية بالنسبة لك لانها بتخدم على مصالح مش مهنية بالنسبة لي اخي بتضرني بتضر مصالح بلدي فانت تبقى قاعد تقول اه والله ده بيغطوا الاعلام بيغطي بشكل كويس جدا ولذلك مثلا تدليس من عند البي بي سي النهاردة احنا كنا بنتكلم على ايه يا دي العقدة بتاعة التجربة المصري يربطوا اي حاجة بتحصل بالتجربة المصري فالبي بي سي عملت ايه بقى حاجة حركة صائعة عملت عرض للصحف البريطانية كما تدعي او كما تقول فعمل العنوان ده في صحف بريطانية لا تشوفوه حضرتك في صحف بريطانية الجنرال المارك اللي هم بيكلموا عن حفتر قد يضع ليبيا تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة السيسي يا دي سلطة السيسي ويا دي السيسي ويا دي الدولة المصرية ويا دي التجربة المصرية اللي هو انت بتعمل ضربة مزدوج ضد حفتر اللي هو يقود الجيش الوطني الليبي وهنيجي الحكاية دي حالا وعندنا في فقرتنا الحوارية التانية النهاردة لقاء مع الكاتب الصحفي الاستاذ عبدالسطر حتيتا متخصص في الشأن اللي بيشرح لنا ايه اللي حاصل هناك فيقولك فده نوع من التدليس ايضا نوع من الاهام للناس انه لا فيه هنا سلطة مستبدة وفيه هنا وليبيا بتكرر نفس الحكاية شكرا